بسم الله الرحمن الرحيم يقولون إن ابن القصار وهو أحد أعلام المالكية سئل عن كتابة كتاب في التصوف كتب أو أمر بكتب كتاب أو نصح بكتاب البيع باب البيع لأن التصوف معناه إخلاص ولإخلاص أوله أكل الحلال وترك أكل الحرام ولذلك ورد من كلامهم من أكل الحلال أطاع الله أحب أمكره ومن أكل الحرام أصى الله أحب أمكره وهذا هو الموجود الآن لأننا لا نأكل لأنا ولا نتصرف فيه إلا الربا ولذلك قال أحمد مولود من أحمد فال في باب البيع وهكا بابا جامعا ما لا شرى لك من أن تعرفه قبل الشرى فمن يحط بعلمه ويعملي ترجى له النجاة من حرب العلي وبعذه في صورة الخنزير والكلب والقردي وكالمسعوري يعني أن آكل الربا أذن بحرب من الله تعالى والحرب من الله تعالى ما أعلم الله تعالى بها إلا في مقامين آكل الربا ومعاد الأولياء وأول العلماء وأول الأولياء العلماء العاملين فأكل الربا ومعادات الأولياء وعلى رأسهم العلماء العاملون هذان هما الذان أذن الله تعالى بالحرب بممارس هذين الوصفين الخبيثين فالربا قال الله تعالى يا إجبه اللين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فاعلموا أنكم محاربون من الله ورسوله ومعادات الأولياء ففي الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره من عادان وليا فقد أذنته بالحرب معنى أعلمته بالحرب فهتان الخسرتان الذميمتان هما اللتان صاحبهما معلموا من قبل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالحرب والربا هو كل بيع فاسل هذا هو الصحيح في تعريف الربا أنه هو كل بيع فاسل ولذلك قال العلماء كما نظمه بعضهم لا تجلسوا في السوق حتى تعلموا محل ببيع وما قد حرم وقد كان عمر الخطاب رضي الله عنه يدخل السوق فإذا وجد فيه من لم يتعلم حكومة البيع ضربه بالسوط وأخرجه ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يعني أن البيع ينعقد ويذبوت ويلزم ويلزم بما قد دل على الرضا قولا يرى فعلا مذهب مالكي أن البيع لا تحتاج إلى الأقوال ما دل على الرضا من المتبايع عيني كأن يضع الإنسان استلعه ويضع الإنسان الثمن ويرى منه الرضا كافي أو قولا بالأحرار سواء كان قولا أو فعلا قولا كما يبيعتك هذا الشيء فيقول ذلك رضيت أو اشتريت منك هذا الثمن فيقول له الآخر نعم قبلته هذا قول وكذلك لو فعلا بأني أتمادى وأن بمعاطاة كما قال خلي تعطيه الثمن ويعطيك السلع وهكذا أو تأتي لمكينة بيع أو شراء وتضغط عليها أو تضغط على زر في هذا النت وتشتري وتجد منه القبول هذا كافي لأن أصحاب الشركة أقامهم أقامهم من عاقد مكلف رشيدي يعني أن البيع يلزم ويذبوت يصح طبعا ولكن هناك صحة وذبوت فصحة شيء وقد لا يلزم كمهل بيع الصبي أو مهل بيع السفي فإن هذا صحيح متعلق بإمضاء الولي وسيتنا هذا أما البيع الصحيح اللازم فهو من عاقد لا بد أن يكون من عاقد مكلف شخص مكلف رشيد فاستفيه لا يذبوت بيعه صحيح ولكنه متعلق كما سيتيكم بإمضاء الولي أو رده وكذلك الصبي أما العاق للرشيد فإذا باع واشترى خلاص انتهى الأمر في ملكه ويشترط أن يكون البايع بايعا شيئا في ملكه وإلا فسيتيكم يضمه وبيع الفضول كما قاله الفضول يسميه لاشتغاله بما لا يعنيه يبيع على آخر وهذا من عادة أن يتعرض الإنسان لبيع ما لسه له هذا دائما يكون ما لا يعنيه لم يوكل عليه أو يعلم صاحبه رضاه فلا ينبضي أن يتسلط على مال آخر ويبيعه ولا كل حال سنتكلم عليه لابد أن يكون في ملكه وأن يكون مثلا يعني مكلفا رشيدا ليس سبيا ولا مجنونا ولا صبيا ولا مكرها والشرط المعقود عليه ذمنا أو مذمنا الزمن كمثل هذه النقود هذه العمولات التي تعطونها والمثمن كمين للعروض الكمبيوترات والسيارات والأراضي العقارات والحيوانات البقر والغنم والإيبير وهكذا المعقود عليه مقدر على تسلمه بأن يكون الإنسان قادرا على أن يسلمه لصاحبه يأخذه أما إذا قال له طير في الهواء أو عبد الآن آبق عبد الآن آبقوا كلهم يعني انتهوا خلاص يعني عبد لا يقدر على لا يمكن أن يقول كلمتها عبد أصلا أو يعني 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 بعير شارد أو فرس يعني لم أغير مقدور عليه أو سيارة في يد غاصب أو يعني يعني أشياء أخذتها السلطات من شخص لا يقدر على ردها منه هذا مركوة لكن لا يقدر على تسلمه ولا على تسلمه والشرط في المعقود عليه مقدور على تسلمه ولم يرد نص على تعريمه ولم يرد نص من الشارع وهو الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم وكلهما وحي على تحريمه كأنها صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب وكذلك بيع الخموع وهي الأشياء وبيع المعازف آلات الأغاني وهذه كلها واردة نهي عنها لا يجوز بيع وهو الأشراء وهو لا ينعقد البيع على ذلك وإن يكون طاهرا فما كان نجسا كدم ولحم ميت وهكذا هذا منهي عنه من وجهين غيره طاهر وكذلك هذا لا يجوز بيعه طاهر شرعا به ينتفع به شرعا فإذا كان ينتفع به ولكن ليس على وجه الشرع كبير هذه آلات الأغاني الموسيقى وهذه ينتفع بها ولكن ليس انتفاعا شرعيا لا يجوز بيعه وعالم كل بما قد يدفعه وعالم كل بما قد يدفعه الثمن والمثمون كل منهم ما معلوم أبيعك هذه السيارة بمئة ألفين أو بمليون أو بمليونين وهكذا أو ثلاثة وأربعة وهكذا وهي السيارة معروفة صفتها كذا وعرقامها كذا وأصافها كذا وهكذا تويتا أو ميرسدس أو هذه الدار يعني كذا من غرفة ومحلها الفلاني كذا وكذا أو هذا هذا الفدان كما تسمونه الكارة أو الإيكر بالإنجليزي هذا يعني هكذا مقداره كذا ويحده كذا وكذا نعم بيع الفضول بيع الفضول واقف الفضولي بياء النسبة بيع الفضول سمي بذلك أنه اشتغل بمال عليه غالبا فمن باع دارا لشخص بغير علمه اشترها الآخر وما بعد ذلك علم أنها ليست له فنسأل فقط صاحب الدار هل أنت قابل بهذا ولا استقابل فإذا قابل خلاص مضى وإلا فنسأل والمرتهن على رضى على رضى المالك يوما قد رهن كذلك المرتهن الشيء المرهون المرهون تقوله بالفرنسية قارنتي مثلا هذا الذي يقوله بالفرنسية لا أعرف الحمد لله ولكن على كل حال هذا ماذا رهن معناها في القرآن العظيم كل نفس بما كسبت رهينة المرهون بعمله وكذلك هذا المرهون بالدين معناها واحد يطالب واحد بديون فأعطاه دار رهنا له لعل أن يفلس أو لعل أن يغيب فيقضيه القاضي منها فيقضيه فيقضيه القاضي حقه منها أو يموت فيكون مقدما على الآخرين من أصحاب الديون هذا الرهن للتثبت في الدين فهذا باعه الصاحب هو المرهون له صاحب الرهن تحت يده ليس المالك فننتظر فقط رضا المالك وكذلك رضا الفضل نعم هكذا هو من قد رهن وهو المالك وإن جناء عبد الله لا تحتاج العبد الآن وكله جناية وجنات آله المسلمون أيضا لأنهم اخرجوا من أيدي يد مالكه ومن رباء الفضل والنساء أقول قولها وأستغفر الله لي ولكم سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته اللهم أني أعوذك من الفقر لا إليك ومن ذلك وأعوذك أن أقول أعوذك من الشماء تأتي لأعلى حتر أعباد أعوذك أعوذك أعوذك